تارف حبائي مكتوب في إشعية وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا مكتوب أيضا ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم لكي يتم قيل بإشعياء النبي القائل هو أخذ أصقامنا وحمل أمراضنا فهذا الشفاء أحبائي تم بعمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب لكن كثير مرات أن هذه القوة تتحرك عن طريق الإيمان لأننا نسلك بالإيمان لا بالعيان وهذا الإيمان اللي بحرك يد الله والتي تشل يد العدو هذا أحبائي مكتوب في رسالة يعقوب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله قال يسوع في إنجيل مرقص إصحاح دعش لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم وأنا عاوز أحبائي أشهد إنه في عنا فريق في برامج نور لجميع الأمم وليكن نور أشخاص نساء ورجال اللي فعلا بيقدروا يحركوا السماء وبيصلوا من أجل الاحتياجات وإحنا بتصلنا ألاف الطلبات كل سنة طلبات صلاة وبتصلنا العديد من الصلوات المستجابة ودائما الشخص المسؤول قبل الحلقة بيعطوني أوراق هذه الأوراق فيها شريحتين أو عينتين واحد الصفحة الأولى بتتكلم عن استجابات الصلاة مثلا في ناس بتطلب صلاة من أجل فحوص طبية والحماية من الأمراض وسلامة الفحوص بيرجعوا بيكتبوا يقولوا أن الرب استجاب وبنت المسيح من مصر بتشكر رب من أجل شفاء كنتها نادية من كندا بتشكر رب من أجل شفاء من ألم شديد في الظهر فيفي من كندا تشكر رب من أجل نجاح جراحة العين من أجل الشفاء الكامل وهكذا بيشكر من أجل سلامة الوصول إلى آخره بعدين في عنا طلبات صلاة في صلوات كثيرة يعني هذا الأسبوع حبائي خلال اليومين اللي فاتوا خمس أشخاص بتواصل معهم عن طريق الواتس آب وخمس أشخاص عندهم أمراض سرطان صعبة يعني من الدرجة الرابعة بعتقد طبيا اللي هو النوع الخطير ممكن يؤدي إلى الوفاة إذا ما أخدوش العلاجات المهمة شخص بتطلب صخش لأخوها أربعة أورام سرطان في الدماغ بنت الرب بتصلي من أجل شفاء من السرطان الثدي وبنت الرب من السويد كمان بتطلب صلوات من أجل شفاء وتزديد الإحتياجات ومن مصر أخت من مصر بتسمي اسم تطلب أن نصلي في سرطان في أجزاء مختلفة في الجسم مرياني طلبت والأخت أميرة من سرطان في أجزاء مختلفة غسيل كلا شفاء الجسد في البيوت البرنصيب الصالح شفاء العين فقدان في حادث أربعة في العراق يعني أم فقدت أربعة أولاد في العراق يعني الشيء صعب وهون في طلب جميع مرضى السرطان وهكذا أحبائي عارفين يعني طلبات كتير ونعاوز أشدد أنه إحنا لما بنتكلم معاك عن طريق الشاشة إحنا مش مجرد بنتكلم أقوال ونعاوز أقول شيء مهم أنا لما بكرز بيسوع المسيح أنا أؤمن أنه يسوع المسيح بيخلص من الخطية وبيكتب الأسماء في سفر الحياة وبيعطي حياة أبدية وكل سنة سواء من خلال الميديا الفيسبوك أو البرامج أو الحملات الكرازية في أماكن عديدة ألاف من اللي آمنوا في يسوع المسيح مسلمين دروز ومسيحيين أحبائي اللي آمنوا بيسوع المسيح وتكتبت أسماءهم في سفر الحياة كذلك أحبائي إحنا منصلي من أجل المرضى منصلي من أجل الشفاء منصلي أنه الله يفتقد في هذه الأيام وأنا أؤمن في أيام رح تيجي رح نشوف قوة الرب يمكن بسبب الخطايا وطلبنا من الله يبتعد وأنه بلشنا نفكر بدأنا نفكر أنه كل حال بس مجرد في المنطق أو في العقل لكن أحبائي قوة يسوع المسيح حقيقية قوة ظاهرة ترجمة نانسي قنقر